السلام عليكم رح نستمر وياكم ومحاضرات جنرال ميدسين احنا تقريبا سوينا مراجعة شاملة للدينتل منيجمنت of the كارديو فاسكولر ديزيز رح ناخذ ننتقل الى انفر سيستم اللي هو رسبائراتري سيستم ديزيز وناخذ بنا تو ديزيز مهمة تواجهها بحياتك العملية اللي هي الاسمة الربو القصبي والتيوبركولوسيز تعرف انت اثناء الدينتل كلينيك ممكن يصير عدك attack of asthma attack of asthma لازم تعرف البرينسيبل how to manage acute attack of asthma لذلك تشوف رح ناخذ general idea فد معلومات على الاسمة وتكون انت ملم بالموضوع وهي تقريبا معظم المعلومات انت سامحها بس اراد ترتبها على شكل دينتل منيجمنت بس اراد ترتبها نطيق فد معلومات المرات يسموه اسمة او البرونكيال اسمة البرونكيال اسمة تعتبر one of the disease نسميها obstructed lung disease الامراب اللي يصير بها obstruction obstructions اوكي فرح ناخذ الاسمة كمثال على هاي الامراب يقسمون classification of obstructed disease اسمة نكلودت اسمة برونكيكتيز التوسع القصبي كرونيك برونكايتس ايضا التهاب القصبات الحاد ومجموعة من الامراب نخليها بايتم واحد اللي هو COPD اللي هي chronic obstructive pulmonary diseases اللي هي كلها تقريبا تشابه بنفس الاعراب يعني chronic obstructive pulmonary disease عدها sign cuffing قحة مستمرة وويس خرخشة اوكي بس تختلف يعني هاي chronic obstructive disease تختلف بالانست وقت بهورها تكررها لfrequency and reversibility ممكن ترجع الى الشيء الطبيعي احنا ناخد one of these diseases اللي هو الاسمة one of the obstructed lung disease اللي هو الاسمة ناخد شوية normal والpathology مهم الpathology انه تدرس pathology of the disease مهم ليش حتى تعرف شون تعالجه ليش تطي مثلا او الاسمة ليش تطي bronchodilator موسع مع القصبات ليش تطي دوة مع القحة شراب ازين احنا نسميها مقشع او مبيبات ليش موسع 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 وتتألف من الوال موسع بيه smooth muscles وبيه كارتريج او لا اللي داي يصير كالآتي افناء الميكان داي يصير اولا ميوكس هايبر سيكريشن في المتعرف بالوال بالهيستولوجي اخفتها ميوكس سيكريتي دي جلاند ميوكس سيكريتي دي جلاند هاي يصير بها hyper secretions ومن يصير بها hyper secretion تملي المن ما المن من المن المن يصير هذا المن ينملي ميوكس hyper secretion ويضاي يصير نرو المن والميكان المن الاخو change ميوكوز الان الان البرون ان الفلمت الان process هذا يصير ب infiltrations تغزي الان في المت فيصير نوع من التضيق فصار عدك هنا hyper secretions neural lumens هاي من غيرة البرون كاي المناطق اللي حوالها اللي هي normal صار بها disrupt تحطمت ولبالك شو تشوف بابو الاسمة تشوف عده انفزيم انتفاخ ينصار بي destruction بال الفيولاي هاي قسم من الباثولوجي قارنك normal وال obstructed pulmonary diseases الاسمة الديفنيشن زمالها حتى تقول هذا عده نوبات من الاسمة اللي هي يسموها chronic لازم chronic inflammatory disorder of airway كرونيك اللي في المتري تنشط بيها الخلايا اللي له علاقة بالحساسية وباليميون سيستم مص سيل يوسينوفيلية تي لمفوسايت تني type of السيل العلاقة بال الميون سيستم إذن chronic يتحفز جهاز المناع وبعد recurrent episode of ويزين نوبات متقطعة أو مستمرة من الويز الخرخشة الدس نيا ضيق بالصدر وكف والكف هنا بالأسمة بالربو يجي يقول لك أنا دكتور أقوح بالليل ومن أقعد الصبح at night and yearly فالدائجنوستك للأسمة للربو تمتاز تمتاز أنه قابلة للتغير هذا تعريف تعريف الأسمة مرات الأسمة يقسموها classification أو causes أقوح 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 ما معروف السبب مالتها زي أو إكسرينسيك جاية من عوامل خارجية أو أقوح 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 طبيعة شغل الشخص الإنترينسيك أسمة اللي هي لا علاقة الجو أو التلوف من نسوي للمحسس اللي يسوي لحساس يقلع نيجاتف بعد ما عد فميلي هستري تسأل أحد عدى ربو بالعائلة عدك التحساسية معين من فتشي معين من التلوف يقولك لا من نسمي إنترينسيك مراتي يسموها إديوبافيك غير معروفة السبب إنترينسيك معروف يقولك من يصير وقت الربيعة أو عد فاميلي هستري وأشوف عد استيميوليشن بالبلاد أشوف الآي جي عالية المص واللي ياسين وفي الريسبونس واللي سوي الكمبيلي أشوف اللي ياسين وفي العالية فإذن هذا إنترينسيك فاكتر أو أكيوبيشنال يعني يقولك أنا زي من أتعرف من أشم رائحة معين من رائحة عنصر كيميائي معين يصير عدي تجيني الأتاك مع الأسماء إكسترينسيك إنترينسيك إكسترينسيك أو أكيوبيشنال هذا يسميه أشوف الأسماء الديبلوبمنت أو يسموها ريسك فاكتر وأكو عد تريغر فاكتر هذا تريغر فاكتر يعني بينقوسيا شنو الأشخاص المعرضين لنوبات الربو أو نسميها بريدسفوزينك فاكتر أو ريسك فاكتر اللي هي بريدسفوزينك الأتوبي أو الحساسية والفامري أو كوزل مثلا بعض الأدوية من ياخذها أو الكيميكال زيان أو من يتعرف بعض المواد التحسس يصير عدة سموها وبمنا ريسك فاكتر أو كونتريبيوشنك دايما هو مدخن ودايما يصير عد ريسبيارتر انفكشنك نيمونيا أو بعض الدايت في البياب أو الموز أو الـ اير بوليوشنك أو السموكينك أكو يسموها trigger factor اللي يجيب النوبة أو يسمو exacerbation تعقدها أو يجيبها زيان اللي هي allergene و respirator infection exercise and motions بني يسموه trigger factor so we have two type of factor risk factor على شكل ثلاثة free causes و trigger factor على شكل allergene respiratory or motion أو exercise اللي رح ناخذ هذا بالتفصيل trigger factor مثل ما قلنا respirator infections ليش يسوينا recurrent respirator infection ليش يسوينا أسمى لأنه يسوينا epithelial damage وسوينا airway inflammations exercise نحتاج هو wire flex air flow limitations و يسوينا cooling mucosa بس نوع trigger factors وال osmolarity changes بال fluid lining epithelial المكان زي ما exercise ليش واحد من يركب أو هاي بس عدة نوع من النوبة من الربو هاي المكان او تشوف تشوف أبو الربو يقول لك من أفحق زايد أو أب أب شي أو عصير عصبي أو خوف تجيني يسمونه trigger factors trigger factors هاي بها هاي المكان اسم مالتها hyperventilation و hypotapnea خلت نرجع للpathology أهم شي للpathology من نفهم الpathology نقدر نعرف الأسم This is the epithelium هذا epithelial This is the section بالbronchule النهايات الشجيرات القصبية شوف الbronchule شوف الbasement مبرين شوف الحمر اللي ي smooth muscles smooth اللي موجودة بالwall of the bronchi وبعد عدي ميوكوز القلان تفريز ميوكوز شي يصير بالأسم شي يصير بالأسم أولا يصير الفيكنينج بالإبيثelial وهذا الفيكنينج بالإبيثelial ويها hypersecretion of the mucus gland ولبالك شي سونا سونا سدنا اللومن وبعد شي يصير يصير contractions of the smooth muscles smooth muscles يصير بها contractions أو spasm لبالك أنت من تنطي موسع مع القصبات أو بخاخ شغلك الآن تشغل على smooth muscles بني يسوي لها relaxations relaxations يسوي لبالك تشوف اللومن ينفتح أوكي this is the pathology of the pathology of the pathological changes اللي هي normal airway and airway wall remolding يعني يحكي لك على الميكانزم شون يصير عندك بالأسمة شرحك هنا هذا normal muscle concentricions muscle concentricions شيء يصير ب airway narrowing عين normal بالأسمة بالأسمة severe muscle constructions و exaggerated بعد يصير narrowing أكثر هذا بالnormal ممكن يرجع طبيعي بس هنا يصير exaggerated بعد أكثر contractions أو spasmally smooth muscles and the narrowing of the lumen يجع الكلinical features شون تعرف هذا أو شنو الساين والسمتم اللي الساين والسمتم ما للأسمة شتختلف مثلا عن التهاب القصبات أو أو عن النيمونية شجيك المريب يجيك ديزنيا صعوبة التنفس كف وقلنا الكف شوكت special at night وقت early morning ويز ممكن أنت تسمعها الخرخش تسمعها وتشوف تكشف صدر حتى العبرات زيان ما بين العبرات يستعملها لأنه اللنج مدى تلحق زيان بال contractions ما لها بال inspiration في يستعين المريب بال intercostal muscle sternocleid muscle تشوف العبرات ما بين الأبلع تتقلص وتشوف sternocleid muscle spasm لأنه تريد هو فتشوف يستعمل الأكسسري للspiratory muscles والهو اللي ياخذ قليل كلش فتشوف المريب زيان decrease peak expiratory flow من نسوي لهم pulmonary function test بواسط spirometers فهذا الجهاز يستعملوه نشوف هذا peak expiratory flow قليل الابسود worse at morning تشوف دايما يجونا أهل الأسمة الصبح الصبح يعني النوبة تجي من الغبشة من الصبح ومرات يجينا ويزنج بس نشوف بعد فترة إذا بدون تريتمنت يختفل ويزنج والمريب يزرق يصير بيساينوس إذن ديزنية أكو فيبر هنا ما أكو فيبر أبو الأسمة ما يقول لك أنا صحقنت إلا يجي يقول لك أنا ضيق أريد هوا أريد هوا ويقح زيان ويقح وممكن بالور يعني لأنه الدم مدى الصفة زيان فيصير يعني نوع من الساينوس اللي موجود ويجينا الصبح حاب أوكي لكلينيكا زيان شنو معنات status asmeticus اللي يعتبروها emergency وحدة من الحالات الطارئة اللي تجي للعيادة الخارجية تسميها severe asmetic attack نوبة أسمة قوية لأن نوبة أسمة هاي أهم صفة بها بالإضافة إلى بالإضافة إلى الدزنية والكاف والويزين المريض تقول له شسمك ما يقدر يحرك يكمل جملة characterized تسارع ضربات الضربات الخير سايلن تشست إكسو ستيشن تعبان وممكن بدون علاج سرع يوقف التنفس مالكا فهذا نسميها status asmeticus اللي الامرجنسية أو severe attack إذن أخذنا فكرة على الباثولوجية أخذنا فكرة على الكوزيز أخذنا عن النوبة الستيطس فنجي how to diagnosis باسمه شوف نحن لحد الآن الدايغنوس مالتنا من الكلين يعني من الهيستري دي نشوف سانيو سمتم والمريض ضيق شين فأول خطوة بالدايغنوس هو الهيستري الهيستري شنو يقول لك تجيني عاشق النوبات عدي خرخش عدي كاف زين عدي كاف قحة وهايا ممكن تروح وممكن تبقى تروح بالعلاج أو تروح تختفي مباشرة هاي سموه الهيستري ويطيق فاميلي هيستري يقول لك عندنا بالعائلة أيضا ويطيق هيستري أوف اتش هستري زين ساين ان سيمتم ار اكس تريتمانت حتى مختصارات يطيق فاميلي هيستري ويطيق يقول لك تجيني بالربيع اذن الهيستري مهمة بعد خلصت الهيستري سألت عن الساين و السمتم سألت عن الثمن الهيستري سألت على حساسية أو لا عن إكزامنيشن أباو علي أشوف صدر شون داخل الإكسپيريشن و الإسپيريشن أخلي السماع أسكولتاشن شسمع ويز خرخشة لونج إكسپيرات ريبيرين زين مرات ساينوس ساينوس مزرق أو سفير ديزنية بالسفير أشوف سفير ديزنية إذن أول خطوة بال ديجنوس هو الهيستري بعد إكزامنيشن بعد إكزامنيشن جس أكسري خاف عدة Obstructed Lung Disease أخرى أو كوملكيشن ما الأسمى في Lung Collapse أو زين Lung Collapse أو أخرى كوزة Chronic Obstructed أو هيماتولوجيكال تيست شاخف له مثلا Complete Black Picture ESR أشوف عدة حساسية بلاديوريا سيرام كرياتينين الفاستينج زين توكسيكلود كيتو أسيدوسيس مرات من يسعاد السكر أيضا يسوي لك نوع من نوع من ال أو الدزنية أوكي و إيمنيولوجيكال تيست مو يطي كيستري يقول لك أنا عدة حساسية فلازم تسوي لك إيمنيولوجيكال تيست أتروفي أو أليرجي وجنرال يورين خاف عدة يوريميا أيضا أو الدياباتيك أيضا تسوي لنا نوع من الدزنية التاق فإيضا هستري مهمة جيب شاس أكسرا مهمة هيماتولوجيكال أيضا مهمة بعد عدنا زين الإي سي جي ليش أبل الأسمة ناخد إي سي جي إلى ليش ناخد إي سي جي شنو علاقة الأسمة تكسي كلود أبر كارديو بسكولر ديزيز أبو الأنجا ينوي جي كم دزنية أو عدة أسمة صار هواية جو سوات لها كارديو كوم 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 أرتيريال لات قازيس نشوف بال بالبلمانري من نسوي لها بالمانري فونكشن تس بوسط سبيرومتر مرة تطلع عنا الأوتو قليل CO هواية والPH لذلك ضروري الأرتيريال بلات قازيس and رسبيرومتري أو بالمانري فونكشن تس بس 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 بعدين الإجزامنشن بعدين الإمبستيجيشن لتبدي تس إكس راية هماتولوجيكال هماتولوجيكال تس and بس ECG أرتيريال بلات سي بلات قازيس هواية صورة على سبيرومتر يجي المريض قابل السبيرومتر واحد من الأجهزة اللي ينقيس بها Lung Function Test يجي المريض يخليها بين الشفتين ويأخذ تنفس رأساً أكو جهاز خاص بالمستشفيات زين Pulmonary Function Test أي ما نتحددين سيفيريتي سيفيريتي زين السيفيريتي ما الأسمة أوكي How to diagnosis شنو التريتمنت التريتمنت أو بأسمة بعدين عرفنا الاتيولوجي واحد يقول لك عدة حساسية أوكي فالتريتمنت تعتمد على الاتيولوجي والسيبيريتي والتارغت اللي قلناها فإذن أول تريت أول شي بالتريتمنت نشيل الكوزيس اللي سوينا الأسمة زين شيل الكوزيس زين ومرات مني نشيل الكوزيس ترجع طبيعي لبالك من صفات الأسمة تز إيزي لريفرسبل فخنشوف شنو الكمال ميديكال بلان ما الأسمة ليش أبو الأسمة ندخلها مستشفى وش وقت ندخلها بالسفير كيس ليش حتى نطي أوكسيجين سابليمنت و وحتى الراقب خاف عندها رسمايراتري أو كارنيا كومليكيشن آي بي روتين فلويد أوكي و سبيشال كير اندوايز فبالسفير كيس بيشن مص بي أدمتد أدمتد تو بس فمن مو كل كل الأسمة نحن نسأل لا بالسفير كيس فقط نجي على إذن بالسفير كيس سونا لأدمتشن طناء أوكسيجين طناء آيفي فلويد وسونا لأدفايس لأبو الميدسين شنو الجنرال آيديا أو جنرال مجر لأبو الأسمة مثل ما عرفنا الكوز ما للأسمة زين سموكينج واحدة من التريقر فاكترز أوكي البادي ويت هذه إكسرسايز لأن أبويد لأنه جدنا الإكسرسايز تجيب لها رس ما كو سترس أوكي إذن البروووكين فاكتر اللي جيبنا الأسمة نمنعها جيدا 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 فلوويد فلوويد أيضا لأنه منطيف فلوويد السيكريشن شوية تتلين وبعدين ميديكال أدفايس خاف أكو كومبليكيشن أوكي هذا هو جنرال مجرمان وكو سبيشال مجرمان اللي هي بالسيذير كيس أوكي دي رس تريتمنت أو ب تشيس إنفكشن واحدة من التي تريغر فاكتر هو تشيس إنفكشن لبالك زين من ناخذ لتشيس أكس ري نشوف عباع دلان كول لابس عباع دنيمونيا لأنه بني واحدة من الكمليكيشن ممكن نسوي لنأسمة لذلك نعالج نطي برود سبكترم أنتبايتك بعدها نسوي سي أس يعني كالتشر أن سنستيبتي تاست وبرونكو دايليتر إذن إحنا ما رأسا رحنا على الموسعات على البخاخات لا عالجنا عالجنا بالسرة شفنا السفير كيس دخلنا جنرال ستايل لايف ستايل بدنا وبعد عالجنا الـ تاست انفكشن هسا نجي نطي موسعات مبنل الوسعات على شكل تاب موجود وعلى شكل آيفي أو على شكل بخاخ ودائما يستعملون بسفير كيس كورتيكوستيرويد هو المريب يقول لك أن دا أستعمل بخاخات ودا أستعمل موسعات بس مده فنش نضيف نضيف ويا كورتيكوستيرويد بالرزيستن والسفير كيس استعمل مرات نطوية الموسع مع القصوات والاستيرويد بسموها برونشيوليتيك ايجنس شرابات أو حبوب هي عبارة عن مذيبة للسيكريشن تلين السيكريشن عتى تفتح اللومن مثلا البايسول فونت أو شراب أو برونكيوم شراب توسع وتذوب السيكريشن الموجودة داخل السيكريشن ممكن يسوينا ممكن يسوينا ممكن يسوينا فلازم نعالجها إذن تريتمان بدينا بالسفير كيس مهمة النقطة الثانية سوينا جنرال تريتمان كاللايف ستايل وبعدين ايجينا عالجنا اللي هي chest infection وبدينا ال specific تريتمان اللي هي أما برونكو دياليتر أو كورتيكو ستيرايد ويا بروتيوليتك وتريتمان أو كومبليكيشن يجي بعد أن أخذنا هاي الجولة المعرفية بالأسمة اللي ينططك فكرة كاملة على الأسمة هسا dental management انت مريب قاعد على dental chair سألتش كم سؤال عرفت عدة أسمة دربوا أوكي خلي على بالك الأشياء التالية خلي على بالك الأشياء التالية وحدة من التريجر فكتر قلنا عليها هي الأنكزاية أن دنتل تريتمان هو أصلا خايف وده سوي لأت حشوة أو أي شي اثنين هنخوف ممكن تريجر فكتر ممكن تجيب للأتاك لذلك في كل عيادة سواء كانت حكومية أو برايبت يو مست أنت لازم عندك emergency kit مع الأسمة بالعيادات اللي هي emergency kit اللي هي adrenaline injectable يجيك واحد life الحياة والموت زين وخاصة بعد اليرجي تطي سبك وثين أس أدرنالين أمينوفيلين أمبولات موسع هايدرو كورتزون أوكسيجين وإيزي ريش برونكود أي بخاخ يمك لأن موجودة لازم عندك سموها emergency kit 4 في أسمة بعد تبدأ عادي نتاك ميديك الهيستري شك تصارها زين زايد كم مرة زايد المستشفى زين المستشفى شنو العلاجات اللي تاخبها تاخب السيرويد أو لا من تاخب العلاج يصير عندك response يستجيب وشينو المهمة ما تطول زين شون تسأل أسئلة إذا عندك معرفة بالأسمة ولبالك هاي ضرورية من نط معلومات طبية على بعض الأمراض هي لفائدة طبيب الأسنان صح مختصاصة بس من يقعد لك على الكرسي وانت تتسأل لدنتل منجمنت انت وعدة أسمة ضروري ضروري تعرف معلومات أولية على كل مرض قال لك أنا عدي أسمة سؤال بسيط كلش جايب انت البخاخ وياك زين يقول لك هاي دكتور سموه السبيل شاي لو يا زين وممكن انت مرات ادفايزابل تقول لها لات بيشن هاي توباف اوف هز انهيلر كبروفلكت تريتمان احنا راح نشتغل لك زين فانت اذا ما اخب علاج خذ بخ او بخت حتى ما تتخربط امورك يعني تقدر بين قوسين تقدر تطي من الانهيلر من البخاخ مرة ومرتين قبل العلاج كي تسأله رايح حتى طبيبك زين اللي تعالج بي اما الربو يقول لك نعم راح تعرف انه اشقد داخل مستشفى اشقد مسيطر عليه زين ومرات يطلع لك ادوية بري اوبراتيب او انت تستعمل بري اوبراتيب كرومولين زي صوديوم وكورتيكو سيرويد يبا عندك ميجر دنتل بروسيجر اتطول عندك الادوية اللي طلع الكياها مهمة يقول لك ان رايح على طبيب ومطين الادوية التالية كرومولين صوديوم وكورتيكو سيرويد بني التسامع بيهن تقدر تستعمل قبل العملية دنتل بعد الموعيد زين ابو الاسمم ما تقدر او تشتغل الى مو كونترول شون ابو بغوط شون ابو الدياباتيك ابو مو كونترول بسيطر ما تقدر تسمع شون تعرف دنتل كونترول ما تسمع لا ويز ولا كاف مونتزة تشتغل هو كل او عدة التهاب عدة نيمونيا وتتشتغل لا المواعيد ايضا تحددها المريض اساب الاسم لازم كونترول ما عدا ويز ما عدا كاف ما عدا سانو سمت مار سبار تريب اوكي من تسعين خمسة تسعين بالمية اهل الاسم يستعملون سيستيم كستيرويد لان هو ما يرتاح الا على استيرويد هاي ما البخاخ يقول لك دكتور اذا ما افروا بأبرة اذا ما اخو بالستيرويد ما ارتاح لبالك السه البخاخات الجديدة هو خليط من موسع والاستيرويد لبالك اذا بايشنس يسأله يا اخو بالستيرويد اخو على شكل الحاب على شكل بخاخ على شكل ابر هذا لازم يخبع الى المونيترينج يخبع الى الميديكال كونسلتيشن يمك جهاز اكسجين بالاكسومتري تشس اكس راي تتكت انوزينج دوري دنتل فيبن بايتل ساين مونيترينج كونتينواص يعني تقدر انت تنصح اخفت الدوز مع الاستيرويد الصباح عندك ويز او انت تسمع الويز فبروري بروري تسأل انه مريب بالاسمة ياخو الاستيرويد او لا اوكي يعني هو خايف وليبالك يوز ان اكزايت رد يوز ميجرز يعني يعني هو تعرف السترس يسوي انه اسمتك التار والشغلك يكون في اسرع وقت دائما تطيع شوربنت موت خوف زيان و انالجسك with the sufficient local anesthesia حتى تخلص بسرعة زيان ما تطول ويا ويا انالجسك حتى ما يسر عندك اتاك افناء الشغل اوكي local anesthesia ويا bazo constructor هاي اللي تستعمل ليش لانه في وفلين وال beta 2 agones اللي يستعمل بالاسمة هذا ممكن يسوي انه ممكن زيان يسوي انه اريفيميا يعني 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 شون يعني انت مثلا مثلا مريض مطي local anesthesia وياها وياها bazo construction وهو اثناء الهيستري قال لك انت رأخ في وفلين او واحدة من الموسعات هاي لا ليش اكو انترفيرنس انه ال local anesthesia ويا bazo construction يسوي انه او 100% اذا بايشن ده اخو فيه في اللين and beta antagonist صعدت معلومات انه نوع من ال reaction ما بين الادوية الاسمة وال local anesthesia لبالك الهيستري مهم لانه انت ده تشتغل عادي والمريب يقول لك ضربات قلبي صار عن كل شو هاي تسأل تش ده تاخ علاج يقول لك اخ في او واحدة من الموسعات فيما اكو تبارب الانتر اكشن بين the local anesthesia و the bazo construction ويا من ويا الفي او or beta antagonist beta antagonist اقو a proper position of the rubber اللي section tape او الhand pieces من يسو irritations مرات يسو irritations بال delta clinic يعني the sealant وال مث crelate او section من يسو عن نوع من ال irritations ونوع من predisposing factor irritations ممكن يسو نوع ال attack ف ادير بالك بال positions مالت during the clinic avoid the prolonged supine positions تخلي ساعة او ساعتها نايم على بار مرات المريض تعرف هو عدة اسمة من oral manifestation هو بالاسمة الشاخ حسب علمك انت ياخذ موسعات ياخذ بخاخ ويا استيرويد ماذا قد صار لك يقول لك صار لك عربعة وخمس سنوات اخذ افتح الماء في مالته تشوف بي periodontal inflammation tooth erosion اكو gastro sefy geal reflex من ينام يقول لك عدي نوع من الحرقة موجودة nasal poly زوائد زوائد من قدمة من obstructions من airway and oral fresh بن من inhale steroid البخاخات اللي بيها steroid سوينا بن oral manifestations ممكن انت تعرف قبل ما تسأله بنشوف ها بال oral cavity تقول لك عندك تاخذ بخاخ بي steroid يقول نعم هذا oral manifestation of the inhaled steroid مهم مرات الدراج اللي يأخذ المريض ممكن نسوي لحساسيوم ونسوي لأ attack ممكن نسوي نوبة تجي نوبة يعني مفروض ما يأخذ اسبرين بعد حساسية أو نانستيرويد أو دايزيبام أو ناركوتك زين أو ناركوتك ذني ما ي مي precipitate اسماتيك attack لابن الهستيرين راحة مهمة حساسي اللي عده اليرجي البنسلين اللي عده اليرجي واللسلين مفروض ما يأخذ اسبرين أو نانستيرويد أو دايزيبام لأن برسي عده الانالجيسيك شنطي اسيتو منوفين اللي البنسلين إز السيف الانالجيسيك مونطي بروفين أو زين بولتاري لا الاسيتو منوفين إز السيف الانالجيسيك ممكن لديك نوع من الموسعات مثلا بتات أغونيست بتات أو إبروترو بيوم برومايد ذني منوع من يستعملوها وكموسعات هاي ممكن نسوينا زيروستومية and test alternations سوينا oral manifestations من الإدراك اللي يستعملوها بالأسمة والقبل ها من هو السيرويد نسوينا oral manifestation so we have two types of oral manifestation inhale inhale steroid وبعد وعدنا قسم الأدوية اللي نستعملها بالموسعات أيضا نسوينا جيروستومية dryness and the test alternations الكورتيكوستيرويد تعرف التمريب أبو الأسمة ما يرتاح لللكورتيكوستيرويد ويأخذ لمدة 3 طويلة فهذا ممكن يسوينا complications adrenal crisis يسوينا oral or pharyngeal flush ممكن يسوينا diabetic angina pulosa hemorrhage و high risk of infections كلها the complications of السيرويد دا يستعرف لك بعض الإدراج اللي يسوينا allergia وليسوينا predisposing factor يسوينا attack قائل لك اللي يعدهم allergia penسلين قائل لك تمنع زين تمنع من الأسبرين أو الأنالجاسيك قائل لك البتاتو antagonist و أنبار الدراج اللي هو corticosteroid ممكن يقول لك الأدوية اللي تستعملها بالأسمة والcomplications مالتها lycotrine antagonist may cause the pleading tendency هذا مرات hyperimmunity lycotrine يستعملو لأنه واحد عدة حساسية أو عدة حساسية عدة immune disease فيستعملو lycotrine antagonist هذا يسوي بليدن تندنسي complication الدراج اللي نستعملو بالأسمة أخير شيء اللي هو how to manage how to manage how to manage acute 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 severe asimatic attack بالdental clinic اللي تقريبا أهم شيء بالمحاضرة أنت أخبت فكرة سويت لك جولة على وعرفت بس أنا أريد أطبق هاي المعلومات مالتي بالكلينيك أنت المريض بالdental clinic وصار عدة زين نوبة acute severe asimatic جتة نوبة شون أعرف جتة أعرف لازم أعرف الclinical feature بعدين أقدر أعالجه شنو الclinical feature of acute severe attack مثل ما قلنا بالsevere cases المريض تقول لها حج شنونك ما يجاوبك inability to complete full sentences بعد من تقيس respirator rate أقل من 25 تاكي كاردي الheart rate معلق فوق المية واحد أو 110 بني ثلاث علامات هي إنه المريض دخل بالsevere asimatic attack شو ما حتش نعلويز ما حتش نلع بني متعدينها المريض صار عدة نوبة acute severe asimatic attack هنا عامل الوقت مهم عرفت شنو الclinical feature of acute شنو المنجمنت بعد بعد شوية أكو عدك أنا در كيس أو وجه آخر نسمي clinical feature of life asimatic in adult يعني نوع من الأسمة اللي هو اللي هو سيفير أزيد من السيفير اللي هو life asimatic مسألة حياة أو موت تشوف المريض يزرق ساينوس والرسباريتر يتفمانية بالسبير أتاك الرسباريتر يجول 25 ناس صار ثمانية بعد كان هناك تاكيكاردية ناس صار براديكاردية وبعد كونفيوز وحتى يتغير الكونشا مالتا درجة الوعي هذا يسمو life فريتنج اسمك هذا مريض انت تباوى عليها بالدنتل لذا تطيع علاج يجاك سيفير كيس مو وانت صافن عليها كل شي ما وتحول إلى life فريتنج صار تزرق المريض وصار براديكاردية والكونشا مالتا درجة الوعي هذا بدون علاج فإذا لديك دو كيس سيفير كيس نوبة و نوبة قوية اللي يتأدي إلى الموت أو قبل الموت شنو تصرفك هذا يدلل على شخصية الطبيب سواء كان طيبي الطبيب أسنان اللي يعد معلومات كيب بيش ناب رائد خمو دخلي نايم دين جوما رأسا اوكسيجين صعد دس آنوس اوكسيجين مو 24 اللي هي 15 لتر بير منت وصال بيوتامول تقدل إجراء بسيط 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 تنقذ حياته تقعد تطي أوكسيجين وتطي موسع مع القصبات اللي هو بخاخ وانت لازم تتعلم شون تخلي البخاخ او تخلي المريض زين يستعمل البخاخ خليه وتقول استنشق او اسحب البخاخ يعني المريض متخربط فلازم تعرف شون تستعمل البخاخ تخليه بالثم وتقول الانهيل حتى يستفد وعدك مسألة وقت مهمة تستعمل البخاخ وكسيجين وسال بيوتامول وتقدر تعيد الدوز كل عشر دقائق إلى أن الأتاك تروح وبعدين وراء ما تروح تقدر تحول إلى المستشفى إذا كل عشر دقائق ومطي التانهيل المريض نوت ريس فونس هذا تحول وصار عندك ساين لايف أفريتنج أسمة اللي هي برادي كاردي أو ساين ساين با بايش نت مو تقول لشي له ودو للمستشفى لا أنت بينما تجي الإسعاف كونتين يوسال بيوتامول كل عشر دقائق وكورتي كورتي 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 أو بريدنزيلون إذا يقدر يأخذ إلى أن يوصل للمستشفى إذن بخطوات بسيطة أنت تسويها هم تنقض حياة المريض وأيضا زين تنقض الإجراءات مالتك سليمة لأن ممكن تدوق عن مسألة قانونية تقول لك التقبيب أسنان وشفت مريض وعد أسمتك أتاك شنو إجراءاتك تقول لها أنا ما أعرف لا تقول لها الطيت أوكسيجين زين وخليت لبخاخ خليت لبخاخ كل عشر دقائق وخابرت علي خابرت زين خابرت الإصعاف وأني إلى فهندغطي سالبيوتامول كورتيكوستيرويد وهيكلها سجلها هذا الإجراء الصحية مرات يصير عندنا نوع من برونكوسبازم يعني نوع من الساين والسمتم اللي تشبهن الأسمة يعني أفر بلك مثال واحد صار عدة حساسية حساسية شديدة كلش يعني أخذ أسبرين أو إنجكشن أو عدة حساسية مالبانسين فيصور يصير عدة رأسا برونكوسبازم كأنما واحد مثل اللي مختنق أو مثل أسمة ميمك أكيوت أسمة هذا فيج حالة نيد إنترامسكول أو أدرنالين هذا حياته موت هذا أدرنالين إنترامسكولر زين وإذا دورين وإذا هناك لا يوجد رأس تشك لإنجكشن 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 وإنجكشن أنت مريض قدامك أخذ أبرت فنسلين وهو عدة حساسية صار عدة نوع من نوبة الربو أدرنالين يمك إنترامسكولر ما كو رسپونس صار عدة لإنجكشن سيانوس وبرديكاردية تبدي بريفن وإنجكشن تبدي CPR كارديو بالماني رسستيشن كارديو بالماني رسستيشن فما ما كو نورمال أبسنس أو نورمال بريفن إذن تبدي أهم أهم شي بالطبيب ما يبقى مكتوف العيدي لازم عدة إجرام معين وما يفقد الأمل أبدا ما يفقد الأمل هاي نسمي برونكو بازل اللي هي تشبه أو بالأنافلك اللي هي تشبه الأسمة أوكي أخذنا إذن شكرا جزيلا أخذنا في الجولة موسعة لأسمة سأعيدك معلومات مجرد تعيدها وتقراها مرة أو مرتين سأصير معرفة تامة أسمتك أتاك بالدنتل كلينك شكرا جزيلا